بيسانتي اليوم دكتور نادر سعب موجود معنا بيخبرنا عن تصغير الثديين اليوم أوقات بتكون حاجة ملحقة حتى بعمر صغير أهلا وسهلا فيك دكتور سعب أهلا وسهلا فيك جادة نعرف أنه أوقات في معاناة الثدي لما بيكون وزنه كتير تقيل والمعاناة ما بتكون بس لا نفسية ولا تجملية هي كمان صحية خبرنا شوي عن هذا الموضوع أكيد البعض الضغري بيترأى لقون أنه جراح تجميل تصغير الثدي هو لا تجميل لا لازم يعرفوا كمان أنه أوقات تصغير الثدي بيكون لمعالجة مشاكل صحية عم بيعانوا مننا كتير من السيدات بتأدي إلى ديسك بالعمود الفكري على صعيد الرقبة على صعيد الظهر أو بالأكتف لدرجة أنه عند بعض السيدات ما بيقدروا يحملوا صدر لأنه فعلا كبير وهون بيصير يعمل لهم عائق جسدي بحياتهم اليومية واجتماعي يعني أكيد يعني لا بالنوم بيرتاحوا ولا حتى بالنهار وحتى بملابسهم حتى فعلا بيكون عائق جسدي هاي دي المشكلة أمت بتبين يعني إذا عم نحكي عن عن جد تديين بي كنت عم تقولي أوقات في حجم كيلويات يعني مش مش أنه بس مجرد حجم فيه وزن أمت بتبين بأي عمر غالبا بتكون وراثية بتكون فيه شيء اسمه جيفينايل هايبرتروفي منلاقي حد على عمر 14-15 سنة عند بنت صغيرة بيصير فيه نمو غير طبيعي للتديين وبالتالي ملقي فيه ضخامة منى موجودة عند الناس العاديين لهون أنا بتمنى على جميع الأهالي حتى على عمر صغير 14-15 سنة نلجأ لجراح التجميل لأنه فيه علاج بيكون جدا بسيط من دون عملية كبيرة لحتى نخفف من حجم الثدي لأنه الجلدة بتكون بعدها مرينة ما بيكون فيه تراهل وبالتالي منقدر نصغر الثديين وبالتالي بتصير تكبر من دون ما يتضخموا معه ومن دون ما يعملونها مشاكل جسدي شو الطريقة؟ هي كنائية عن الليزر بندب كتير صغيرة لتفوق الـ 2 مليماتر منقدر نفوت بالليزر منخفف من هالدهن اللي موجود مع الغدة لأنه منه غلط أنه نخفف الغدة المهم تبقى السيدة بس تكبر بالعمر تبقى تردع بشكل طبيعي وأكيد تحافظ على شكل الثدي يكون فعلا عطيها أنوستة أو عطيها هالشكل الجمالي اللي بتفتش عنه لكن كل شي زاد بالمعنى نقص بقول أنا يمكن يا محلة البنات اللي ما عندهم صدر حد السيدات اللي عندهم تضخم فائق بالثديين أكيد عند بعض الناس بيكون في وراثة وعند بعض الناس بيصير في عنا مشاكل هرمونية أو تغيرات هرمونية غالبا مع العادي الشهرية أو مع الحمل وخاصة الحمل المتكرر والرضاعة بشكل عام هون بفترة الحمل التسعة الشهر منلاقي هالثدي ببلش يكبر يكبر لوقت الحمل وإذا كفت برضاعة منلاقي فعلا هون صار مخزن للحليب وبالتالي بيصير يتضخم ويصغر يتضخم ويصغر ما يؤدي إلى ترهله وإلى هبوطه بعد نهية الرضاعة هنا منحكي عن رفع صدر إنما التصغير لما بيكون هو أصلا يعني كبير صدر كيف بيصير شو بينعمل يعني في قص في كيلويات عم تنشال أكيد لحتى نعالج مشكلة تضخم الثديين هي كينية عن تصغير ورفع الثدي هيكي منلجأ لعملية بتستغرق ساعتين الوقت خلالها منلجأ إلى استقصال قصم من الغد والدهون الموجودة بالثدي بيكون غالبا القصم السفلي ومنلجأ إلى تصغيره إضافة إلى رفعه وهذا الشي بيستطلب وجود حرف الانفورتو تي سكار بتكون عندنا ندبة حول الحلمة وندبة لتحت وندبة تحت الثدي لأنه ما في مهرب من الندبات بها الحالة بعض التقنيات تختلف لكن الندبات على طول موجودة أو بنعمل دونت حول الحلمة أو بنعمل حول الحلمة مع الانفورتو تي كاملة لحتى نحصل على علاج جذري لهالمشكلة يلي كثير من السيدات بيعانوا منها عنا مثل سيدة كانت عم تعاني من هالموضوع راح تخبرنا عنه والله أنا بقالي فترة من يوم كان عندي 12-13 سنة من يوم ما بلغت كان عندي مشكلة السدر الكبير فمن وانا طفلة كان باين على سني انا اكبر بسبب سدري فكنت على طول عمل لي قلم في رقبتي وقلم في ظهري وكان كل الناس يعني تشوفني ان انا اوفر عن البنات الطبيعية فكنت دايما روح لده كاترة عشان اعرف ايه سبب القلم اللي في رقبتي وظهري فروحت لكذا دكتور لاني الحملة تقيلة ان هو السدر الكبير بيوجع لجسم كله فما بتعرفيش انك تاخدي حريتك بتبقي مثلا خجولة قدام الناس فنصحوني ان انا اروح لدكتور اشوف موضوع ان الظهري وكده فكذا حد قال لي ممكن يبقى دسك كذا دكتور قال لي دسك بعد اشاعات وتحاليل كتير لقيت انه مش دسك فلقيتهم بينصحوني ان اروح لدكتور تجميل لتصغير الصدر يعني كان تقل صدري مؤثر على ظهري ورقبتي فقالولي لا دا محتاج متخصص تجميل فقعدت اعمل سيرش كتير فلقيت اول ما عملت سيرش رقيت ان هو اصبت واحد للعملية دكتور نادا الصعب فطلع لي انه كتير العملية عنده سهلة فاتصلت عليه فورا وحجزت وقيت ان انا اعمل العمليات نهضة من اليوم فرقبتي يعني حالي من هالنوع من عمر 12 للتعشر سنة و 14 سنة بلشت النصايح انه لازم يكون فيه تصغير للثديين لحتى اللي ما يكون عم يؤثر على الجسم هنا اكيد السيدة بعمر اكبر بكتير لحتى اللي كمان يكون عندنا شجاعة نعمل هيك شغلة ايدي شغلة يعني صحيا ضرورية النطرة مش كتير منيحة فيها كأنه ومش بس هيك كاتيا عطول عند البنية لو كنوا صغار والثديين كبار بيعطوا عمر اكبر من ما هي عليه وبهذا العمر بالاصل في ازمة نفسية بهاليطار بقى وقت ما منعالج مشكلة تضخم الثديين بيلعب دور على نفسية السيدة لا بل على شكلها الخارجي كتير من السيدة بفكروا انه يمكن كسروا ضلاعهم ولا ضعفوا ولا طولوا لانه كانوا الثديين قاعدين تحت وبالتالي وقت ما رفعتهم رجع بيان الفورم والشيب تبع الجسم ولهيك بتلاقي فعلا نفسيتها وحياتها ويمكن تعطيها مع الناس تغير غير الوزن يعني اللي حملته كل حياتها وبقول انا انه لازم على السيدات يكونوا وعيين بعض الاطباء ولا بعض الدخلاء على عالم التجميل بيلجأوا الى رفع الثدي بالخيوط هاي دي كلها خزعبلات يعني ما الا ولا اي شي من الصحة بحطوا خيط بيعمل شوية تلايفات لكن بعد شهر شهرين بتلاقي كل شي رجع على حاله كرمي اللي هيك بقول انا رفع الثدي يستوجب اجراء عملية جراحية ولو كان قصم منا بالليزر لكن علينا استقصال قصم من الثدي ورفعه لما كانه لحد دي قلنا بهالنوع من الجراحات الندبات ما في مهرب من المهم انه تكون يعني مشغولي بطريقة صحيحة بس في بعض انواع الجلدي كمان ما بعرف قدي بتكون تتحمل اكيد متما بتعرفي يا كاتيا عند البشرة البيضة بتكون غالبا طريقا ووقت ما بيكون في حمل متكرر وتضخم بالثادي بيصير في عندنا ستريتش مارك وتشققات بقول انا انه افضل بكتير يكون في عنا ندبة ولو كانت بسيطة واخفي قصم كبير من التشققات الموجودة عند البشرة البيضة غالبا الندبات بتكون جدا خفيفة وما بتبين عكس مما هي على البشرة السمرة لانه بتعطي تصبغات وهايبر بيجمنتيشن وبتعلم اكتر لكن بجراح تجميله بكل العمليات اللي بنعملها منحاول على طول نخبه قدر من امكان هالندبات اكيد حول الحلمة بنعمل الندبة لحتى بتكون الفاصل بين اللون الاسمر واللون الابيض اضافة الى تنقول بعمليات شد الوجه منخبه الندبات وراء الاذن وبقلب الاذن بالطمي تاك مثلا ما نحطهم تحت الستيب لحتى يكونوا بمناطق شوي هدن وما يبينوا وانا عم نشوف على كل حال الاجراء كمان العملية الجراحية فيه اوقات بحاجة كمان لحشوة يعني هلا عند بعض الناس بيكون في عنا وخاصة بعد الارضاعة والولادات المتكررة منلاقي صار فيه دمور بالغد وهون منلاقي فيه الصدر بيكون صغير وهابط هون منلجأ الى تكبيره بحشوة سيليكونية ورفعه مع انفرتو التيس كار وكمان بدي اقول كتير من السيدات وقت ما بنلجأ الى تصغير السدي بكل عملياتي بفضل ابعث على البايوبسي كل هالانسج المنشيلة لانه السيدات بيلجأوا لامامو جرام بيلجأوا لأوقات ام ار اي لحتى يعملوا فحوصات دورية على لتجنب امراض السرطانية بالسدي لهيك بقول انا ما في افضل من وقت العملية حتى نشيلها الانسجة ونبعثهم بنفس الوقت لحتى ينعمل عليهم تست واضح تست واضح اكيد وهيك بتكون الاشياء واضحة كليا وكتير من الناس من زمان بالدراسات اللي كانوا يعملوها عند الناس يلي عندهم ريسك انه يعملوا كانسر ومتل ما عملت انجلينا جولي اللي عندهم البي ار سي اي وان هيدا جين يلي معقول يخلي عندهم تطور امراض سرطانية بالسدي هوضي علاجهم انه يلجأوا لاستقصال الغدد الحلبية يعني استقصال الثديين بنفس الوقت وكمان عند الرجال في كتير من الرجال في عندهم تثدي جينيكوماستيا بيكون عندهم الجلوند مماري كبيري عندهم كرمال هيك لازم كمان يلجأوا لاستقصالة بالليزر يلي هي عملية جدا سهلة ببداية الامر قبل ما يتضخم كتير ويصير في ترهل اه مهم ها هاد لكان كمان بعمر المراهقة ايه لو كان من ال 14 سنة وطالع بس ما بنا ننطر كتير ولانه كتير من الرجال في نسبة مش كتار في نسبة انه بيعملوا امراض سرطانية بالسدي مثل عند النسوين كرمال هيك بنصحهم يتخلصوا من هالمشكلة حتى على عمر صغير اذا عم نحكي عن السيدات يلي بدون نجيبوا ولاد وقالنا انه في كتير الارمونات عم تلعب في الثادي عم يكبر ويرجع يصغر وإلى آخرية فاذا اينت بتقرر انه تتعمل هالعملية اذا صدر كبير من بداية الامر لانه ببداية الامر هي وقاية افضل من العلاج يعني الوقاية ما في عملية كبيرة وهيك من حد من تضخم هالثادي مع الوقت لكن عالطول وقت ما بنا نرجع نمر بمراحل تغيرات هرمونية بالحمل بيصير فيه تغيرات بسيطة على الثادي اذا كنا لاجأنا العملية قبل اما اذا تركناه يكبر 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 اخر شي من بعد اول ولد تاني ولد بيكون فعلا صار كتير كبير وهون بيصير يعمل لها مشاكل جسدية على صعيد العمود الفقري على صعيد الكتيف يعني كتير من السيدات بيجوا لعندي ما بيقدروا يحطوا السوتيان قدما السدر تقيل صار عمل لهم متحفرة على الكلافيكول يعني وبتعمل لهم فعلا مشكلة كتير صحية ما بعد العملية ما بعد العملية هي جدا سهلة والحلو بعملية تصغير الثادي هي عملية غير مؤلمة صحيح تستغرق ساعتين من الوقت وغالبا ما منلجأ للعملية تحت البنج العام منحط لنجيها الماز خيانا نحكي بالتفصيل عن بعض العملية بس بعد هالوقف معنا دكتور نادر صعب عم نحكي عن عملية تصغير الثاديين وصلنا لنحكي عن ما بعد العملية تأثيراتها شو لازم نكون عم ناخد وقاية عملية تصغير الثادي بما أنه ما في وصول للعضل ما مندق بالعضل هي عملية غير مؤلمة وبالتالي صحيح وقت تستغرق ساعتين من الوقت لكن السيدة بعد ساعة تروح على البيت يعني ما في لزوم تبقى بالمستشفى وغالبا ما منلجأ للبنج العام منحط لنجيها المازك وبالتالي هون بيكون بنج تختيري إضافة لأنه ندبات بيكونوا صحيح موجودين حول الحلمة وإنفيرتو التيس كار بتم مراجعتهم على الفولو أب كل يومين مرة على أسبوع بيكون كل شي انتهى بس يعني حياة الطبيعية إمتى بتعودها السيدة؟ أنا الثاني نهار بروح على الشغل لأنه بالنهاية هو الألم يلي بيلعب دور وبعد هيك عملية بيلبسوا ستيا يلي بتعطي شكل والفورم تبع الثاديين وبقول أنا حسنتها أنه أنه واحد يرتاح على الصعيد الصحي وبالتالي يقدر يتعاطى بحياته الاجتماعية والمهنية بمصالحة مع ذلك منصوح أنه تنعمل بالصيف ولا بالشطة هذا السؤال الكل بيسألوه هلأ مثل ما بتعرفي كتير من الناس بيسألوها السؤال لاس فيغاس بيفرلي هيلز بدوباي البلدين ستين خمسين درجة الحرارة وكلهم بيعملوا لكن بشترط أنا على أي شخص بده يلجأ العملية جراحيتي خاصة شد الوجه إنه ما يقعد كل نهار بالشمس بيقدر يمشي بالشمس لكن ما كلنا قاعدين بالبيوت وفي اير كونديشن وفي كل شيء دكتور نادر صعب شكرا للمعلومات أهلا وسهلا فيك بقفة هلأ ونتابعنا هم يكون اشتركوا في القناة